موسيقى في ختم حملة مكافحة العنف ضد المرأة كيف هو وضع المرأة اليمنية اليوم؟ كيف يمكن مناصرتها في ظل ظروف الحرب؟ وكيف يمكن إبراز القضايا الرئيسية التي تهم المرأة اليمنية اليوم؟ موسيقى أهلا بكم اختتمت مجموعة من الناشطات اليمنيات حملة مكافحة العنف ضد المرأة اليمنية تزامنا مع الحملة الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة لم تعد قضايا العنف الأسري وزواج الصغيرات والحرمان من التعليم هي أبرز القضايا التي تعاني منها المرأة اليمنية فقد أصبحت المرأة في كشفات القتلى والجرحة والمعاقين جراء الحرب التي اضطرت آلاف النساء لتحمل مسؤولية إعالة أسرهن في مختلف المدن والأرياف اليمنية المرأة الأكثر تضررا من الحروب فهي الأم السكلا أو المنتظرة لولدها والباحثة عنه في أقبية السجون وهي الزوجة التي فقدت سندها أو عاد إليها محملا بجراحه وهي الابنة التي تبحث في كل الوجوه عن صورة أبيها المرأة اليمنية التي لم يكن واقعها قبل الحرب يسر فكيف أصبح الآن وهي المحاطة بنيران العنف تحرقها بأشكال متنوعة ومتعددة المرأة اليمنية الضحية الأبرز للحرب في اليمن والحامل الأكبر لتبعاتها الكارثية اليوم العشر من ديسمبر اختتمت مجموعة من المؤسسات والناشطات اليمنيات حملة مكافحة العنف ضد المرأة المرأة والحرب عنف إضافي ومعاناة مركبة تحت عنوين مأساوية تحضر المرأة اليمنية اليوم المرأة القتيلة المرأة الجريحة المعاقة المعيلة لأسرتها المحرومة من التعليم وغيرها من العناوين الكارثية تقول الإحصائيات إن 50% من النساء أصبحن مسؤولات عن إعالة أسرهم نظرا للحرب التي قضت على آراف الرجال في اليمن بمناسبة حملة مكافحة العنف ضد المرأة نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات جلسة استماع لـ 32 امرأة من المتضررات من الحرب في مديرية صبر لمحافظة تعس هذه المرأة تم قنصها وجرحها من قبل ميليشيا الحوثي نظرا لتواجد منزلها قرب مناطق الاشتباكات وعندما سألتها من دوبة اللجنة لماذا لا تغادرون المنزل أجابت إنها غير قادرة على تحمل تكاليف النزوح معاناة المرأة في اليمن تحضر أيضا في ملف المختطفين وهو الملف الأكثر وجعا والجرح الذي يتجدد كل يوم رابطة أمهات المختطفين تعد الكيانة المعبرة عن معاناة المرأة اليمنية اليوم والتجسيدة المكثفة لمأساتها المركبة تصادف اليوم الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر من عام 1948 والذي شكل تحولا تاريخيا في نظرة وتعامل الحكومات والمجتمعات تجاه حقوق الإنسان في الوقت الذي لا يزال فيه اليمني يبحث عن حق الحياة وحق أن تكون له دولة تحفظ حقوقه وتصون خياراته فاتورة باهظة تفرضها الحر تدفع المرأة الجزء الأكبر والأقسى منها في ظل تغاذي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية واهتمامهم بقضايا ثانوية بعيدة عن واقع المرأة الحقيقي إذن مشاهدنا الكرام أرحب بالضيفة التي ستكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة ميسك الجنيد عوض مؤسس شبكة نساء من أجل اليمن وستنضمها أيضا فيما بعد الأستاذة شاق المقتر عوض اللجنة الوطنية التحقيق في الدعاة حقوق الإنسان عبر الأقمار الاصطناعية مساء الخير أستاذة مسك أهلا بك أستاذة إذن اليوم نتحدث عن واقع المرأة اليمنية في ظل كل ما يحدث من نزاعات والثورات في أكثر من منطقة برأيك كيف تؤثر هذه النزاعات على الوضع الإنساني للمرأة بصفة عامة؟ كما أسلفتم في تقريركم يعني النزاع الحادث الحاصل في اليمن نقل مسألة الحديث عن العنف ضد المرأة من مرحلة الترف لدى البعض إلى مرحلة الضرورة قبل خمس سنوات كنا نتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة في المنزل كنا نتحدث عن حرمانها من بعض الحقوق حرمانها في الميراث تأخر البت في قضاياها الاجتماعية تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية مقارنة بالوضع الحالي كل هذه القضايا تبدو ترفية اليوم نحن نتحدث عن الأم الثكلة الأم التي تجوع لتترك كسرة خبز لأبنائها حتى يأكلوا المرأة المعاقة المرأة الجريحة المرأة المهجرة المرأة التي صارت تتحمل كل كوارث الحرب فهي تتحمل غياب الزوج وفقدانه وهي تتحمل آلام وأوجاع الأبناء وهي أيضا في كل بعد كل هذا هي التي قد تكون مصابة والتي قد تكون مفقودة إذن نحن انتقلنا من مربع الإشكالات البشرية فيما يتعلق بالبعض الاضطهاد والظلم إلى جرائم ضد الإنسانية صارت ترتكب ضد النساء في اليمن نعم اليوم هو ربما ختام حملة وقف العنف ضد المرأة حملة دولية تم تنظيمها برأيك هل مثل هذه الحملات في ظل واقع المرأة اليمنية موجدية؟ عن أي حملات نتحدث عنها في وقف العنف ضد النساء في إطار داخلي نحن نتحدث عن عنف ضد النساء اليمنيات يرتكبه العالم بأسرح العالم كله مشارك في الانتهاك وفي الجرائم ضد الإنسانية التي لا تحدث فقط للنساء وإنما تحدث لكل إنسان يمني أنا أعتقد أنه مثل هذه الحملات وإن كنا نشكر أصحابها وإن كانت جهود إنسانية متواضعة لكن أتوقع أنه يعني أقول أنه عيب على هذا العالم الذي يتفرج على الإنسان في اليمن وهو يذبح من الوريد إلى الوريد أن نتحدث عن مواجهة أو مناهضة انتهاكات تتعرض لها المرأة على واقع في صورة صغيرة وأن نهمل هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء ينبغي لهذا العالم أن يسيقض ينبغي أن يقف أمام هذا التناقض الكبير والتخاذل المخزي حينما يتحدثون عن حقوق النساء وحقوق الإنسان بينما بالنسبة للإنسان اليمني هذه الحقوق صارت غائبة وصارت معدومة إذن أستاذة تجدين أن مثل هذه الحملات قد لا تؤثر بشكل كبير تجدين أن العالم يدير برأسه عن ما تواجهه النساء اليمنيات في ظل الحرب برأيك إذن كيف يمكن مواجهة هذا العنف الواقع على المرأة اليمنية في ظل الظروف المحيطة بها نحن في وضع لم نعد نتحدث فيه عن النساء فقط أو الرجال فقط أو الأطفال فقط نحن الآن ينبغي أن نتحدث عن الإنسان اليمني ككل عن المشكل العالمي الذي يحدث باتجاه اليمن نحن الآن ينبغي أن نتعامل مع القضية اليمنية ككل إذن المتضرر هو الإنسان اليمني بشكل عام نحن ينبغي أن نتحدث الآن عن ضرورة إيقاف النزيف الدم اليمني عن ضرورة الوصول إلى سلام دائم في اليمن عن ضرورة الانتصار للإنسان رجلاً كان أو امرأة أو طفل عن الانتصار لهذا الشعب الذي يتعرض لهذا التجاهل الإنساني الكبير نعم إذن أستاذة هناك أكثر من محفل وهناك أكثر من جهد أيضاً منظم يمارس من أجل حماية المرأة يعني كمبادرة عامة لأجل السلام ربما تتبناها عديد من المنظمات هل تعتقدين أن هذا الأمر له جدوى؟ يعني كل جهد يصب في مساعدة الإنسان في تسليط الضوء على الانتهاكات هو جهد بالضرورة يقدر ويحترم لكن السؤال هو كيف نرتفع بأنفسنا إلى مستوى الحديث عن القضية الكبرى وكيف نتحدث بما يوازي ما يحدث في الأرض يعني أعتقد من الصعب أن نتحدث بهذه اللغة البسيطة أن نتحدث بهذا الحد الأدنى كل الحركات الحقوقية والمسائية تحديدا ينبغي أن ترفع السقف نحن الآن سقف مطالبنا ليس على صعيد بعض الحقوق البسيطة أو الانتهاكات البسيطة سقف مطالبنا الآن ينبغي أن يصل إلى إنهاء هذه الجريمة الإنسانية التي تحدث في اليمن ينبغي أن يرقى إلى وقف الحرب ينبغي أن نسمع للمرأة التي تعاني من هذه الحرب يومياً تعاني منها في كل تفاصيل حياتها ينبغي أن نقول للعالم المرأة هذه هي أول من يجب أن يتحدث في مستقبل اليمن وفي إيقاف الحرب كما يقال أستاذ مزكي أن النساء يمن إلى السلام وأن العنف وصناعة ذكورية هل تجدين أن هذا يتقارب بشكل أو بآخر مع واقع اليمنين؟ النساء طموحات للسلام دعيني أقول لك أن الإنسان اليمني بشكل عام هو يميل للسلام ما الذي يقوم بالحرب إذن؟ أنا أتحدث عن الإنسان العادي الإنسان المطحون الإنسان الذي صار جل أمنيته أن يضع رأسه على الوسادة وهو آمن أن يجد لقمة العيش وكسرة الخبز لأبنائه 26 مليون يمني هم الذين يحلمون بالسلام يحلمون بإنهاء الحرب ما يحدث يا سيدتي هو مجموعة من النخب ومجموعة من الميليشيات تتقاتل فيما بينها لا يمكن أن نعمم ذلك على الشعب اليمني على الإنسان اليمني البسيط الذي صار يريد وضع حد ونهاية لهذه الحرب إذن لو أتينا نتحدث أستاذة عن شبكة نساء من أجل اليمن يعني ما هي الفكرة التي من أجلها تم إنشاء هذه الشبكة؟ شبكة نساء من أجل اليمن يعني ولدت فكرتها من خلال تجمع لمجموعة من الإعلاميات والناشطات اليمنيات جئنا من عدة دول من دول الإقليم هنا من الناشطات التي مع الأسف فرقت هنا الحرب وكانت إسطنبول مكان ملائم لاجتماعهم ويعني حصولهم على تدريب في كيفية إيصال صوت المرأة اليمنية المقهورة والمظلومة التي تتعرض لكل أشكال العنف في اليمن أن يصل صوتها إلى العالم الحقيقة كما تفضلتي وأنا بشكل عام أكره التعميم لكن يصنع الرجال للحرب ثم يذهبون للمفاوضات ثم يتفقون ويبقى الشريك الذي تعرض لكل أشكال الظلم ولكل أشكال الخضلان بعيداً عن أن يشارك في صناعة مستقبله ومستقبل أبنائه ومستقبل هذا الشعب من هنا ولدت فكرة شبكة نساء من أجل اليمن هي مشاركة ومحاولة جاهدة كمحاولة كثير من التكتلات النسائية والمجموعات النسائية من أجل صوت إيصال صوت النساء لكننا في هذه الشبكة نركز على التمكين للنساء والحشد والمناصرة فيما يتعلق بإيصال نظرتهن للسلام الدائم في اليمن نعم إذن كيف تقيمي الدور للمرأة في اليمن؟ كيف هو تقيمك لها؟ يعني حتى يتم مثلاً إنشاء مثل هذه الشبكة هل تجد أنه فعلياً لا دور حقيقي للمرأة على المستوى السياسي والمستوى المدني؟ أنا مؤمنة بالمرأة اليمنية مؤمنة بها على كافة المستويات مؤمنة بتلك المرأة في أقصى الريف اليمني التي لو أعطي لها الميكروفون لقالت كلاماً يعني يستحي منه كل أولئك الذين يجتمعون على طاولة المفاوضات لقررت الحقائق على ما هي لأوصلت صوت المعاناة إلى هذا العالم لو تحدثت أم الطفلة أمل التي ماتت جوعاً ما الذي كانت ستقوله لنا؟ ما الذي كانت ستوصله دموعها؟ لو تحدثت لنا الأمهات الثكالة الأمهات التي يعانين يومياً أعتقد أن الرسالة ستكون أقوى بالإضافة إلى أن مطالب المرأة في هذه المرحلة كما قلت لك هي مطالب باختصار الوطن اليمني البعض قد يجد أستاذ ميسك خاصة من تعرضنا لظروف سيئة أنها تتعامل مع الحدث بعاطفة أكثر مما تتعامل معها بعقل ودراسة لما هو موجود على الواقع ربما من تعاني اليوم ستقول ليحكمنا من حكم وأنا أريد الخلاص أريد الهدو أريد أن أنعم بالسلام فعلياً أريد أن أشعر بالأمان أن يوفر لأطفالي الطعام حتى لا يموت وجوعاً ويحكمني من حكم يعني ألا تجد أنه ربما الخوف من هذه النقطة سيدة آسيا أنا لن أستغرب من هذه الحالة لأننا لو كنا هناك لو كنا في الداخل اليمني أعتقد يعني جل أحلامنا ستصل إلى هذه النقطة وأنا أعتقد أنه نقطة انطلاق النساء الناشطات ينبغي أن تكون من هذه النقطة أنه النساء في الداخل يحلمن بالسلام حتى لو لم يكن هناك قدرة لديهم لإيصال هذه الأصوات هنا الشبكات المسائية والتجمعات المسائية مهمتهم التعبير عن المرأة في الداخل لا التعبير عن ما يريده الساسة والمتفاوضون في الخارج إذا نسمح لنا أستاذ ميسكا تنضم معنا لأستاذ أشاق المقتر عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الأقمار الإصطناعية من عدى المساء الخير أستاذ أشراق مساء نور أستاذ أشراق قمتم بلقاءات في اللجنة الوطنية مع ضحايا حرب وانتهاكات تعرضت لها العديد من النساء ما الذي خرجت به من هذه اللقاءات مساء الخير عليك وعلى الزميلة العزيزة ميسك القنيد ضيفتك في السوديو طبعا الحديث اليوم ربما عن انتهاء الحملة الدولية لمنهضة عم ضد المرأة هذا ربما الحديث بالنسبة لأن اللجنة الوطنية للتحقيق قمنا بها بعدة آليات كثيرة من ضمنها عملية التحقيق في الانتهاكات التي طالت النساء لكن ربما التركيز خلال حملة الستعشر يوم هي عقد قلسات استماع مباشرة لضحايا الانتهاكات القائمة على أساس النوع الاجتماعي للاستماع بالفعل بشكل مباشر لأهم إفادات النساء المتعلقة بالانتهاكات اخترنا عدد ربما من المناطق لكن كانت تركيز على مديرية صبر الموادن في محافظة تعز منطقة تدعى الشقب يعني عدد سكانها أكثر من عشر ألف النسمة ثمانين بالمئة من سكان هذه المنطقة هم من النساء يعني شيء مهول جدا أن نتخيل التعدد وتنوع هذه الانتهاكات لتستهدفت فيها النساء كونهن نساء يعني المنطقة هي عبارة عن منطقة زراعية لا يمكن أن نتوقع أن هناك أهداف عسكرية أو انتصارات ممكن أن نحققها أي من أطراف النزاع لكن المؤسف في الأمر أن النساء كانوا هم هدف لهذه العاملات العسكرية وهدف لموضوع الحصار كانت هناك إفادات قاسية جدا جدا لا يمكن أن نتصور بأن أخلاق وقيم ربما الحرب انتهت للنهاية بأن لا تستطيع النساء الحركة والتنقل بين المنازل تضطر النساء حسب إفاداتهم إلى عملية الخروج وقضاء كافة الاحتياجات في الليل كي لا يشاهدهن عين القناص أو القدائف التي تستهدف أي نوع من المرة من ضمن أيضا ربما الانتهاكات يعني ارتفاع عدد حالات زراعة أو ضحايا زراعة الألغام من الفتيات التي نكروا طرنا لمسألة التحرك والذهاب لقلب الماء أو محاولات كانت يائسة وفاشلة لقطف القات من مزارعهن لكن هذه المزارع كانت ملغمة وأدى إلى بتر أطراف النساء وأغلبهما طبعا من الفتيات أو من الأمهات يعني انتهاكات بالفعل مختلفة هي طبعا منافية لقانود الإنساني منافية أيضا للنصوص التي تلزم بمسألة حماية المدني ولسيما النساء التي طبعا ربما أكثر من خمسين مادة قانونية أو نص قانوني في القانود الإنساني يدعو إلى حماية النساء أثناء النزاعة المسلحة وهذا ربما ما لم يتوفر في الحرب اليمنية نعم يعني الغريب أستاذ إشراك أن المجتمع اليمني في كل حالاته حتى بوجود الثأر سابقا بوجود كثير من المشاكل التي تمر بها بعض المناطق إلا أن هناك احترام للمرأة حتى يقال أنه في العرف القبلي إذا مر قاتل أبيك ومعه عائلته فلا يمكن أن ترفع سلاحك في وجهه أو تواجهه لما برأيك أفقدت هذه الحرب كل تلك القيم التي ربما يعول عليها من قبل اليمنين يعني أن تصبح المرأة هدف للقناصة وهي تذهب لقضاء حاجة الأسرة أن تكون هدف للألغام أن تكون هدف للقذائف ربما مسألة أن وجود أعراف إيقابية أو عادة تقاليد إيقابية قبلية كانت يتغنى بها اليمنين للأسف ظهرت بحقيقتها أثناء الحرب وهي بالفعل الحرب حقيقتها المأساوية بأن كل المحرم يتحول إلى مسموح وتتحول الحرب إلى انتهاء لكافة الضوابط القانونية والاجتماعية والإخلاقية بشكل عام لكن حقيقة كما ذكرت كانت صدمة عندما نقترب بالفعل لتفاصيل هذه الانتهاكات نقد كمية أخلاقيات المتواقدة في مسألة الانتهاكات كان هناك انتهاكات مباشرة لأقساد النساء لحياتهم لمعيشتهم تفقير المنازل الذي طال المنازل ربما لم يكن مستهدف الرجال إنما كانت هذه المنازل يمعد فيها سوى النساء والأطفال تفقير هذه المنازل بحد ذاته واستهداف المرأة لأن المرأة بالنسبة له هذا المنزل مثابة المكان العامل والمستقر والأسرة التي كانت تبنيها والوطن الذي كانت أيضا يأويها ولهذا فاستهدافها أيضا بتفقير المنازل كان شيء غير منافي للأخلاق منافي للأعراف قبل أن يكون منافي بالأساس لقانون الحرب والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المقاتلين يعني مسألة النظرة دائما أو التغني أو مسألة التهوين من ما يطال النساء بأن هناك أعراف وضوابط اجتماعية تكون بمثابة سياق لحماية النساء بالحرب أثبتت بأن هذه الثوابط أو هذه القيم ضرب بها عرض الحائط ليس فقط مثالا اتقيت أيضا في العام الماضي في النساء النازحات في مديرية المتون القادمات في محافظة القوف وهي منطقة قبلية نقول بأن هناك ما تزال ربما للعادات والقيم القبلية أكثر من الضوابط القانونية تقدير أو مكان لكن حقيقة فجرت منازله واضطرت أن تخرج النساء من السادسة صباحا حتى أن تصل إلى منطقة آمنة في عاصمة محافظة القوف ربما آخر الليل كثير من النساء أجهضنا بالطريق كثير من النساء حالتهم كانت جدا صعبة فتخيلي بأن تسير امرأة في صحراء قاسية يوما كاملا كل هذا ذهب كما ذكرت مسألة القيم والأعراف ضربة عرض الحائط وظهر حقيقة النظرة بالفعل الدونية والنظرة التمييزية ضد النساء ومحاولات بالفعل إضعاف الأسر عبر المساس بحياة النساء وكرامتهم نعم أستاذ الشاق كيف وجدت حال المرأة اليمنين في الحرب قياسا مع هذه الشريحة لما يحدث في البلاد بشكل عام آسيا ربما الحديث عن ما طال النساء في اليمن بالفعل حديث موقع الأرقام لا شيء أمام عندما تستمعن لامرأة واحدة وهي تحدث فقط عن معاناتها سلسلة من انتهاكات للمرأة التي تعرضت لويلات الحرب يعني امرأة تقول بأنها حاولت قدر الإمكان يعني هي في مناطق الزراعية النساء هنا غالبا ما يكون المعيلات هي التي تقوم تزرع القاتو هي التي تبيع القاتو وهي التي مورد اقتصادي بالنسبة لها تحاول أن تقوم بزراعة القاتو يتعرض للقنص بشكل يعني من الصباح إلى المساء دخل زوجها قتل زوجها في المزرعة حاولت بقدر الإمكان أن تصل إليه بالفعل أخذته وهو قد أصبح قثة هامدة انتقلت بعد ذلك إلى بيت ابنها يعني تسقط القديفة وتقتل زوجة ابنه وطفله القنين وطفله الآخر يعني معانا وأصبحت هي الآن العائل لابنها المريض نفسيا اللي بقيت أطفاله يعني تركت كما ذكرت قالت يعني كسر قناحي بعد مقتل زوجي دمرت مزرعتي يعني عندما نستمع ربما يعني بالفعل ليس ننبهر أو ننذهل من ويلات الألم والوقع الذي طال النساء إنما من الخسارة الكبيرة والبشاع الذي طال النساء الاستهداف الذي ربما ممنهق بشكل كبير جدا لأنه كما ذكرت ليس هناك من أي انتصار أو أي شعور بالنشوة ممكن أن يحققه أي يعني الذي يقوم بعملية الاستهداف المدنيين بهذا الشكل أو استهداف النساء كنا في السابق يعني قبل الحرب نتحدث عن العنف ضد النساء من وصول لمسألة التمكين الاقتصادي مسألة المشاركة السياسية مسألة أيضا التغيير النظر الاجتماعي لكن رقعنا الآن إلى أسوأ مراحل وهي مسألة حق المرأة بالأساس في الحياة في التنقل في الحركة في السلامة القسدية في الحياة الكريمة في المعاملة نقول الإنسانية النساء الذين ربما شهادات النساء الذين يتحدثن عن ما طالهن من معاملة مهينة في المعابر يعني هذا أيضا شيء قاسي جدا جدا بأنها تخيلي أن يكون معبر لكي فقط أحصل أو أستطيع الحركة والتنقل وأحضر المواد الأساسية والغداء الأسرة وتتعرض لصنوف الشتائع وصنوف القدف حتى النساء النازحات يعني هناك إفادات من النساء في محافظة نازحة إلى محافظة إب يعني إفادات بشعة لا يمكن أن يتصورها من من نقول حتى من المناطق نقول أول بيئة المستضيفة لهذه النازحات من سلطات الأمر الواقع في تلك المحافظة التي تصل إليها النساء يعني المرأة عندما تهرب من منطقتها أو من المنطقة الغير آمنة لتذهب إلى منطقة جديدة أو مسكن مضاء أو مستضاء تجد أيضا انتهاك في المنطقة الجديدة إضافة إلى الانتهاكات الأساسية التي طالتها واضطرتها لمسألة الخروج أو النزوح الإضطراري أو التهجير القصري من منطقتها نعم إذا نبقي معنا أستاذ أشاق أشك معنا في الحديث الأستاذ أمزك أستاذ أمزك واستماع العديد من القصص الموجعة قصة واحدة ربما بخيوط أوجاعها المتوالية كانت يفترض أن تكون كفيلة لإيقاف هذه الحرب آلاف القصص التي لم يتم الاستماع إليها بعد بالتأكيد أو لم يصل إليهم أحد ما هو تعليق؟ دعيني أولا أحيي أختي وصديقة وزميلتي السيدة أشراق المقطري المساء اليمنى اليوم يتشرف بها أشراق هي من أوائل المحاميات في اليمن التي أمسكن بملف وقضايا النساء هنا من أوائل المناظلات في هذا الملف أشراق ليس فقط محامية ولكنها تعيش تفاصيل الحياة اليومية لأي امرأة أشراق تلجأ إليها آلاف النساء لا لتحكي فقط المعاناة ولكن لتسجل وترصد وتخرج بصورة عن الألم والقسوة التي تعانيها المرأة في اليمن فأنا سعيدة بكونها معنا هنا لأنها هي خير من يتحدث ويوصف هذه المسألة بالمناسبة النقطة الثانية فقط مما ألمني اليوم وأنا أتصفح أريد أن أتابع بعض أحدث فيما يتعلق بالحملة الدولية وما الذي تم في اليمن أتصفح أكثر من موقع للميليشيا فأجد أنهم نشروا بعض الأقبار عن بعض الأنشطة التي أقيمت هنا وهناك فيما يتعلق بالمكافحة العنف ضد المرأة أي عنف بقي لم تمارسه الميليشيا ضد المرأة يعني المرأة صارت معتقلة صارت تتلقى أنواع التعذيب المرأة صارت مهددة بسلامتها وحياتها وحرية تعبيرها يعني انتهكت ما لم ينتهكه أحد في هذا البلد ثم بعد ذلك نأتي مع الزفة ومع الجوقة ونتحدث عن العنف من وجهة نظرهم الذي تتعرض له النساء إذا كان حتى المرأة إذا أرادت أن تقود سيارتها أيضا صارت تجد معارضة من قبلهم يعني هذا على أدق التفاصيل الصغيرة فإذا من مرحلة الاعتقال إلى مرحلة حتى هذه الحقوق اليومية البسيطة إذا ماذا تبقى لنتحدث عن العنف الممارس ضد النساء نعم بالنسبة لما ذكرتها الأستاذة إشاق من معايشة العديد من القصص التي ربما يعني سعدت بأن وجدت الأستاذة إشاق لتفضي بما داخلها من آلام والإشكالية يعني لم يعد وجه واحد وإنما بعض القصص وجع مركب يعني ما أن تنتهي من وجه حتى تدخل في وجع آخر يعني كم ستتحمل هذه المرأة؟ بالنسبة لإشراق ينبغي أن تتحمل لأنه يعني إذا لم نستمع لبعضنا البعض في هذا الوضع إذا من سيسمع لهؤلاء؟ فأقول لها أعانها الله وهم على ثغرة يعني من ثغور الوطن والمرأة التي تواجه كل ذلك كيف يمكن أن تفهمها؟ أما بالنسبة للمرأة التي تواجه كل ذلك يعني هناك وجع الأمر الواقع على نسق سلطة الأمر الواقع هناك وضع الأمر الواقع ما يحدث في اليمن هو أمر واقع كثير من الأحداث تحملناها أو لم نتحملها نحن نمر بها أصلا لكن ما أريد أن أقول في هذه النقطة أن هذه الأحداث يا عزيزتي تصنع النساء تصنع الكثير من النساء اليوم المرأة التي تفقد وعيها في الشارع لأنها لم تجد ما تأكل هذه المرأة لن ترحم بعد ذلك أي فاسد أنا أقول أن المجموعات النسائية المنظمات العاملة في مجال حقوق النساء هذه هي الفرصة لزراعة وعي حقيقي في ذهن النساء النساء في وقت السلم يذهبن ويخترن الأشخاص الذين يعارضون في الأساس وجودهن ككائن إنساني فأنا أقول هذه هي اللحظة المناسبة لنرفع وعي الناس بحقوقهم لا يوجد لحظة مناسبة مثل هذه اللحظة اللحظة التي تستحق الثورة من أجلها هي اللحظة التي ينبغي أن يستغلها العاملين في مجال الوعي بحقوق الإنسان بالمواطنة بالديمقراطية بكل التفاصيل التي نريدها في اليمن المنشود أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة أي نعم جميعنا بما فيهم النشطة بما فيهم الناس العاديون يعانون لكن هي اللحظة التي ينبغي أن نعمل لأجلها نحن جميعا إذن أستاذة إشراق لأجل لحظة تمكين المرأة والسلامة المنشودة التي تريده هذه المرأة أنت استمعتي للعديد من القصص وربما أنا وصلتني بعض الفيديوهات لبعض السيدات التي أتحدث ما لمستها أنا كمية السماح التي بداخل هؤلاء النساء يعني عشنا واقعا مريرا ولديهن قصص موجع ومع ذلك أيضا تجد أنها لم تعاني بقدر الرجل تجد أنها على العكس يعني أنا ما الذي عانيته وهم الموجودون في الجبهات وهم الذين عليهم تحمل هذه المسؤولية كيف تقيمين روح هذه المرأة اليمنية التي تعاني كل ما عانت ومع ذلك ما زالت متمسكة بسماحتها وأيضا أن هناك من يقدم الجهد الأكبر منها يعني ما تقولي أسيا صحيح ربما نحن المدافعات عن حقوق الإنسان عندما نلتقي بهؤلاء النساء بالفعل نشعر بكم نحن نقول صغار أمام إثارهن أمام كل التضحيات التي يقدموها هم يعني المرأة بشكل عام يعني وبالذات في اليمن وبالذات المناطق الرئيسية ترى بأنها هي أساس الأسرة وبالتالي ما تبدله وما تقدمه من تضحيات يجب أن يكون لصالحها الجميع لذلك نوعا من الإثار ونوع من أيضا إكمال مسألة سعادة الأسرة ونمائها بأنها ما تقدمه لا شيء أمام ما يقدمه الرجال لكن هذا لا يعني بأن ما تقوله يعني هو صواب الحقيقة يعني بأنني طبعا كنت حريصة ربما تابعت الفيديوهات أني أسألها هل النساء أكثر يعني ضد ضحية في هذه الحرب أم الرجال فهي تقول دائما والغالبية كانوا يذكوروا يقولوا النساء والرجال مع بعض طبعا أنا أركز عليها بأنه لا المرأة أكثر لكن هي تقول بأنه لا الرجال أيضا يعني يقدمون مسألة حياتهم وأرواحهم في الجبهات وما إلى ذلك هذا جز نوع من الإثار لكون المرأة أيضا بأنها عندما تفقد الرجال فهي تفقد زوجها أو ابنها أو أخيها وبالتالي هي مسألة النظرة إلى مسألة الخسارة والكلفة التي تكون عليها بشكل أو بآخر يعني إحدى الضحايا الألغام تقول بأنها يعني تخيلي بأنها ذهبت يعني لكي تحضر الماء مساء بحكم بأن القناص متواقد يعني بشكل كبير وفي الليل تعتقدت بأنه يعني استقوم بمسألة بسألة كل موضوع أقل فذهبت طبعا انفقر فيها اللغم انفقر بعدين بعد ذلك ببنت عمها الثانية تخيلوا لكي لا يصيب الألغام البقية لأنه كانت يبدو هناك شبكة ألغام أكثر من 13 لغم فقامت الأسرة كاملها أخوتها وأبوها بربط البنات بحبال إلى مسألة السحفة أخذت الموضوع قرابة أربع ساعات ليس لكي يصعفهم للمدينة إنما لكي يحاول انتشارهم من الألغام لكي لا يقوم عملية انفقار الألغام ببقية الأسرة أكثر من 13 لغم في حول محيط خزان مياه بتلف كناب كان حديث الفتاة بأنني كنت الأهم عندي أن لا ينفقر لغم آخر بأخي لأنه هو أخي وهو العائل وهو الذي يقوم مسألة الحماية فحرصت بأن تبقى وتبتر يدها رجلها عفوان الأخرى وتذهب يعني اثنين من أطرافها بدل من طرف واحد لكي لا ينفقر لغم آخر بأخيها عند عمليات انتشارها أو إسعافها إيثار كبير جدا لكن كما ذكرت له كل فؤاله كثير من التضحيات في اعتقادي أنه في كل منزل في المنازل المحاصرة بالذات في مناطق كثيرة بالذات في ضحايا الألغام ربما تعز ثم لاحق بسألات المزارع ومسألات القباب والتلال أيضا محافظة البيضاء الآن حاليا أيضا مديريات الساحل في محافظة الحديدة هذه من المحافظات التي يكثر فيها بشكل كبير زراعة الألغام قبل هذه القلسة الأخيرة استمعنا في شهر مايو لنساء أيضا ضحايا ألغام غالبية الألغام التي انفقرت انفقرت في مزارع كما ذكرت مزارع التي ترتادها النساء مسألة الاحتطاب بسبب الحصار اضطرت إلى أنها تذهب أو تحضر مسألة الاستخدام وقود الأخشاب اضطرت الذهاب للقبال ومع هذا وقدت الألغام التي كانت مصير للأسف للنساء وتحولتها إلى نساء أو امرأة معاقة وغير قادرة على إكمال حياتها بشكل طبيعي أو التمتع بأي حقوق بالمستقبل ممكن أن تحصل عليها لهذا كما ذكرت قصص النساء متعددة في كل بيت أو في كل انتهاك له كثير من التفرعات وكثير من الآلام ربما الآن حاليا هي تواسي نفسها بأنها أصبحت بحية ربما بسيطة أو مباشرة لكن بالمستقبل ربما سنجد حقيقة آثار هذه الحرب عندما يرى وشاهد النساء محيطها من الخراب عندما تشاهد بيتها تفكر ومنزلها انتهى وأطرافها للأسف يعني بوترات ومستقبلها فقدت زوجها فقدت أطفالها يعني باعتقادي أنه قراءة تحتاج لكثير من التحليل لكثير بالفعل لقراءة المشهد الحقيقي الذي طال النساء نعم إذن أستاذة ميسك يعني كل هذه الأثار التي تصيب المرأة اليمنية كيف يمكن مواجهتها مستقبلا يعني هل هذه التحولات قد تؤثر في حضورها السياسي والإعلامي فعليا مستقبلا لكي ربما تكون مدافعة عن قضايا زميلاتها البقية أنا مؤمنة بنظرية وسأظل مؤمنة بها إلى أن يثبت العكس إذا ما استبعدنا النخب النسائية المعتقة التي أصبحت مع الأسف تشبه النخب السياسي الموجودة حاليا إذا ما استبعدناها ووصلت قيادات نسوية جديدة من الميدان من الواقع من واقع المعاناة أعتقد أن هؤلاء النسوة هن التي سيناقشنا مستقبل السلام ومستقبل بناء اليمن الجديد لن تأتي هؤلاء النسوة لمناقشة عدد المقاعد وكم سيحصل كل حزب في الحكومة الانتقالية أو الحكومة المقبلة هؤلاء النساء سيتم يتحدثنا عن المؤسسات التعليمية لأبنائهن التي أغلقت سيتحدثنا عن المراكز الصحية التي لم تعد موجودة والتي تتحمل المرأة هذا العب وهذه التكلفة إذا مرض الطفل لن يهتم به سوى الأم ستتحدث المرأة عن حصار تعز ستتحدث عن القناصة الذين يتربصون برؤوس المواطنين الأبرياء أعتقد أن المرأة التي ستأتي من الميدان ينبغي أن نفتح لها الطريق ستتحدث عن كل القضايا التي تهم المرأة كإنسان ستتذكر قضية أبيها وأخيها وابنها ثم بعد ذلك تتذكر قضيتها المرأة بطبيعتها هي مسؤولة عن الكل وحينما يتحدث من نشاط نظري المسؤول عن الكل ينبغي أن يتحدث عن المسؤولية بكل إشكالاتها وسيتحدث عنها بصدق لأنه هو من يعاني بشكل أكبر أنا أتمنى أن يفتح الباب لهؤلاء النساء لا أدري لماذا إلى الآن العالم لم يكفر بهذه النخبة الموجودة التي لم تعد مجدية من كل الاتجاهات حقيقة لا أستطيع كما يقال أن نبرأ أحد كلهم مشاركون فيما نحن فيه وبالتالي ينبغي أن نفتح الطريق لتوصل المرأة اليمنية التي تعاني صوتها لهذا العالم وتقترح حلول للسلام في اليمن إذن أستاذ إشراق صوت هؤلاء النساء التي استمعت إليهم كيف يمكن إيصاله للعالم للمهتمين بقضايا النساء ونحن نتحدث عن حركة حماية المرأة من العنف الدولية وقيمة فعالية لمدة سبعين تقريبا لم ربما تجد النساء اليمنية نصيب حقيقي من هذه الحماية نعم باعتقادي بالفعل نحن محتاج أو بحاجة إلى تقديد أو تحديث أدوات إيصال أصوات النساء بالذات النساء الذين في الداخل والنساء الضحايا حقيقة عندما قابلت هؤلاء النساء لديهم بالفعل قدرات على مسألة الحديث على مسألة البوح على مسألة التعبير عن ما طرهم الانتهاكات لكن كيفية ممكن إسمع أصوات هؤلاء بطرق أو مختلفة من الصعب أن كل هذه الكمية وكل هذا العدد الكبير والنساء يكون حاضرات في أي محفل أو أي خطاب لكن وجود بالفعل حملات أو تكتلات نسائية أو نقول مبادرات أو منظمات بالفعل حقيقية فاعلة تلتقي بهؤلاء النساء تقوم بعملة تسجيلات للإفادات سواء تسجيلات مصورة أو تسجيلات مسجلة وغيرها عمل قراءات أيضا حقيقية إيصال هذه الأصوات أو أصوات هؤلاء النساء إلى المجتمع الدولي إلى القهات الفاعلة حتى مسألة التدوين لحقيقة ومرحلة تاريخية طال النساء لكن أن تظل هذه القصص فقط محصورة بين أصحابها يحكوها فيما بينهم أو بين بعض النقول المشضاء والمدافعين الذين لا حول لهم ولا قوة أيضا ليس باستطاعتهم إيصال كل هذه الرسائل أتذكر ربما السبوع الماضي التقيت تخيل طبيبة تعمل في المستشفيات وبرغم مظهرها القوي إلى أنها اكتشفت أنها بذاتها ضحية كانت تقوم بعملية التطبيب وعملية المعاينة والمعلاق للقرحة لكن أيضا اكتشفت لديها القدرات لمسألة إلقاء حتى القصائد التعبيرية عن ما طالها من وقع أيام القناص هذه الطبيبة تخيلي بأن والدتها نزحت إلى منطقة الأربعين في محافظة تعز مع أولادها وأطفالها الاثنين أطفال أيتام مع قدتهم القناص في المنطقة الأربعين برغم معرفته بأن هناك امرأة في البيت وكانت كل فترة وفترة تطالب بأنها تريد أن تخرج تريد أن تؤكل أطفالها تعرضت القناص ماتت القدة لأم الدكتورة هذه ماتت القدة في داخل منزلها ظلت عشرة أيام لم يستطع أحد أن يصل إليها ميتة قم بأثنين أطفال لا يزيد أعمرهم عن سبع سنوات يعني أربع سنوات وسبع سنوات ظلت القدة ميتة أمامهم إلى أن بدأت تظهر تخرج من القثة إفرازات وديدان ارتسمت شكل القثة على البلاط الأرض التي ماتت أو قتلت فيها قدة الأطفال وظلت على هذه الفترة عشرة أيام إلى أن قامت ابنتها التي هي الطبيبة وحاولت بشتى الطرق مسألة مرور أماكن خطرة لكي تقوم فقط بدفن والدتها في نفس المنزل هذه مثل هذه الشخصية طبيبة باستطاعتها أن توصل باعتقادي إذا استطعنا يعني تقديمها كنموذج للنساء التي يتحدثنا عن معاناة المرأة في تلك المناطق وما طالته يعني هذه الفتاة وهذه الطبيبة قامت بعملية العلاق قامت بعملية الاستماع قامت بعملية المساعدة جارحت كثير من الضحايا من النساء والأطفال والرجال وبنفس الوقت خسرت والدتها وبنفس الوقت تقوم الآن بعملية رعاية الأطفال الأيتام يعني أبناء أخوها الذين كانوا طبعا تحت رعاية والدتها يعني أقصد أنه هناك نماذج للضحايا باستطاعتهم أيضا أن يكونوا هم رسل لغيرها خصوصا النساء كما ذكرت يعني ربما الألم فقر فيهم كثير من الطاقات وخصوصا طاقات البوح وطاقات التعبير وطاقات نقول أن يكون أصوات لغيرهين فأني أعتقد هذه ربما تكون آلية من إحدى الآليات وممكن تكون أيضا كما ذكرت إلى المنظمات بالفعل الفاعلة الموجودة في الميدان بعملة إيصال رسالتها حتى للمنظمات العاملة خارج اليمن نحن نؤمن بمسألة التكاون من الذي يتواقد بالخارج هو مكمل لمن يتواقد أيضا في الداخل لا يمكن أن نقول أن ينفصل العملين طالما هناك قناعة وهناك رسالة حقيقية مؤمن فيها الجميع سواء من يعمل في الداخل أو في الخارج لأن الهدف هو مسألة إيقاف هذه الانتهاكات وإعطاء الصورة الحقيقية للمعاناة النساء والأطراف الحقيقين المتسببين بهذه الانتهاكات نعم للأسف شديد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وأنا كنت أؤد الاستماع لكثير من القصص التي ربما توصل أو نستطيع إيصالها من خلال منصة المساء اليمني شكرا جزيلا لك شاق المقتري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة حقوق الإنسان كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن شكرا لك أيضا أستاذة مسك الجنيد عضو مؤسس شبكة نساء من أجل اليمن كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني كما هو لكم مشاهدنا الكرام إلى أن ألتقيكم في مساء اليمني الجديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة